حتى لفترة من الزمن أستعرض لكم منتجات بهذه القناة من شركة ماونو وماونو هي شركة قوية في عالم الصوتيات وهي أكثر شركة مبيعا للميكروفونات سنة 2023 فاليوم وبهذا الفيديو سأستعرض لكم مايكروفون وميكسر والمايكروفون الذي لدينا اليوم هو PD200X والميكسر الذي لديناه هو ماونو كاستر C2 نيو فهذا الفيديو الدسم يجب لك استيكان شاي أو كوب قهوة دعنا نستمتع بالفيديو أهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو الجديد وإياكم رياض مجيد وقبل كل شيء دعنا نبدأ بالأمبوكسنج ونفتح قلبة الميكروفون أول شيء اللي هو PD200X وعلى فكرة هذا واحد من مجموعة مايكروفونات لها الشركة فهو يعتبر تقريبا الفئة الوسطى وأقل من الوسطى تقريبا أكو أرخص من عنده بهوية وأكو أغلى من عنده بكثير دعنا نفتح القلبة مع الميكروفون طبعا هو مايكروفون XLR وUSB Type-C نستطيع استخدام أي طريقة للريد والليوم نحن نركز على XLR لاننا نستطيع استخدامه وهو ميكسر ماته وأيضا نجربها USB Type-C أو USB يجب أن نرى تجربة الصوت مع مايكروفون فأولا نفتح القلبة لدينا فوم وفلين لدينا كتابات المانويل يشرح لك المايكروفون إذا أحب أن ترى المانويل لدينا المايكروفون نفسه طبعا المايكروفون لا يأتي بأي حامل يأتي المايكروفون ببحده أو الشركة تبيع باقنج كامل وهو الحامل ماته أو الميكسر ممكن لديها الكثير من الأشياء تستطيع أن ترى الموقع الرسمي لدينا المايكروفون على صفحة لدينا كابل كبير USB Type-C على USB Type-C وType-A كل شيء طويل أكثر من مترين جهة USB Type-C والجهة الثانية هي USB Type-A لكن عندما نشل عهد لدينا USB Type-C فالجهة الثانية فالدنجل الصغير وعندنا أدابتر صغير على مودة رقبة على حامل فالمهم، دعنا أدابتر لأننا نحتاجه نرقب على حامل بعد قليل وخلص، هذه هي محتوية العلبة الكتيبات لا أحتاجها لكن ممكن تقرأها دعنا نستعرض لكم المايكروفون هذا هو المايكروفون يجب لونين الأسود والأبيض النسخة التي لديها الحلوب هذا المايكروفون هو الشوك مونت هذا الشوك مونت وظيفته إذا صار رجات أو تضرب الطاولة أو أي اهتزاز يصير تحافظ على المايك فلا يتحرك لدينا فوم من الأمام هذا نحافظ على الأحرف التي تطلع من الحلق وأيضا من الخلف نستخدمه يو اس بي تايب سي إذا حبينا نستخدمه يو اس بي تايب سي وعندنا أيضا منفذ للهيتفون إذا حبينا نستخدم سماعات وعندنا نسمع الصوت الذي نسجله وعندنا زر صغير للأر جي بي وعندنا نتحكم بالأر جي بي لأنه هنا يجي عندنا أر جي بي من الأمام مع المايكرافون لدينا الصوت نتحكم به نعلي ونصي وعندنا هذا الدايل نتحكم به بصوت المايكرافون وبصوت السماعة بضغط الزر واحدة نعلي صوت السماعة ونضغط مرة اللغة على مدى نعلي صوت المايكرافون وعندنا زر صغير مع زر الكتم نستخدم الصوت أو نراجع الصوت هذا الزر المالكتم الصوت يعمل صوت عن طريق المنفذ يو اس بي تايب سي إذا استخدمت أكسل آر مباشرة على اي مكسر لازم تكتمل صوته من المكسر مباشرة هذه نقطة لازم موحد يعرفها قبل ما نمر للتجربة خليل نسوي انبوكسنج للمكسر أيضا بشوك مونت عندنا هذا الادابتر على ما نقدر نتحكم به ونركبه وين ما نريد وشون ما نريد على اي طريقة نريد على اي حامل الريد فنركب الادابتر الصغير هذا بكل بساطة هنا نجيب الحامل مالتنا ونركب المايكرافون طبعا يركب على اي حامل الريد احنا بكل بساطة لازم نكبر الحامل ركب عندنا المايكرافون ونقدر نركب الكابل مع الاكسل ار بس احنا بالاول اللي حنجربه يو اس بي تايب سي بعدين نسوي التجربة كاملة ويا المكسر لكن بالوقت الحالي قبل ما نسوي التجربة خلي نفتح العلبة مع المونو كاستر فالمونو كاستر هو عبارة عن ميكسر مع صوت تركب عليه المايكرافون ماتك وتستخدمه للبودكاستينج تلعب ستريم تلعب جيم تريده عن طريق هذا المكسر تركب المايكرافون ماتك وتستطيع توصل وصلات عليه والبي سي ما تريد وتتحكم بالاصوات تطيف اصوات نفس الفكرة مال اي مكسر دعنا نفتح المكسر لدينا الكتايبات هذا القايد ماتك نشوف شون نستخدمه وشون الاضافات لكن انا في هذا الفيديو سوف اشرح لكم كل شيء عن هذا المكسر وشي يمكنك التفاصيل بعد المعلومات هنا نستطيع التواصل معهم نستطيع ان نرى مواقعهم التواصل الاجتماعي ايضا للتغليف يعني يجيها من طريق فوم نطلع المكسر على صرحة المكسر هذا يجي بثلاث ألوان الاسود الذي لدي هذا الجميل جدا طبعا كل شيء جميل هذه اول مرة استخدم منتجات سود دائما استخدم ابيض فقلنا نغير شوية يجي من عنده الاسود والابيض والوردي دعنا نرى من الحقات داخل العلبة لدينا منفذ مع الهيتفون جاك اللي هو TRRS المنفذين على موضة تركب اي منتج عندك او اي هيتفون او اي ام بي فور او اي تليفون يدعم هذا المنفذ لا يوجد حاليا لكن هناك اجهزة تدعم هذا المنفذ حاليا تستطيع التركبه مباشرة وتربطه على مدد دخل صوت داخل المكسر وايضا لدينا منفذ من USB type C على USB type A فقط هذه هي المحتوىات اللي داخل العلبة دعنا نشرح لكم اكثر عن المكسر فقط نشيل هذه القطة هذه هي واجهة المكسر المكسر مصنوع من البلاستيك لكن الجودة من التصنيع مات جدا جدا جيدة تذكرني بوحدة من الشركات التي استعرضت لكم قبل فترة جدا قصيرة لكن سنفعل لكم مقارنة بين المكسرين قريبا جدا فتأكد انك تشترك بالقناة لان المكسرين نفس الفئة السعرية وثنينات هنا يقدم ميزات رهيبة فالمهم هذا هو المكسر من الخلف لدينا مدخل مال أكسل R مثل ما نشوف حتى ندخل مال أكسل R مالتنا مال مايكروفون اللي سنفعل بعدين وايضا لدينا منفذ صغير مال أكسلاري على مدخل صوت عن طريق الهيتفون جاك مثلا ندخل صوت خارجي ونستخدم الصوت مالتنا باللايف وايضا لدينا مدخل مال الهيتفون حتى نركب سماعات ونسمع الصوت مالتنا وعدنا الستريم اوت على مدخل صوت من البي سي وايضا لدينا مدخل يو اس بي تايب سي واحد للطاقة على مدخل والثاني على مدخل جهاز الستريم اذا كان البي سي او ماك او ايباد او سامسونج او ايفون او اي جهاز اريد نسوي 60 من عدة وايضا لدينا زر التشغيل هذه هي كل المنافذ اللي موجودة بالمنتج من الخلف لكن الواجهة الامامية لازم ننتقل برنامج الو بي اس لازم نشتغل على الميكسر واشرح لكم شنه خصائص هذه الازرار وشنه نبدأ نسوي به واحد واحد وان تو تري تيست وان تو تري تيست اهلا وسهلا بكم بهذا الفيديو جديد واوكي حاليا انا استخدم المايكروفون مباشرة عن طريق اليو اس بي تايب سي فقط اليو اس بي بدون اكسل ار بدون الميكسر الميكسر منطفي مثل ما نشوف وهذه هي جودة المايك مثل ما نشوفون وده سجل مباشرة من برنامج اليو بي اس على الماك مالتي فهذا هو المايكروفون لي يشتغل على المودة السمعون ده دقدق على المايكروفون نقدر نتحكم به طبعا نقدر نسوي هذا هو الار جي بي كله مثل ما نشوف وهسا انا احتي امام المايكروفون بالضبط طبعا ما ما علي كله اذا علي الجين كله مثل ما نشوف هسا عليت الجين كله كل علو المايكروفون هذا بدون اي تعديل صوتي مباشرة تسجيل على برنامج اليو بي اس من المايك مالتي فاذا نفره هي شي مثل ما نشوفون ما يقوم يلقط صوتي فلازم المايكروفون يكون امامنا بها الوضعية ونسيت شي مع الكثير مهم أقول لكم ان هذا المايكروفون ождسر فلازم نكون امام المايكروفون بهال الوضعية ونحشي انا السمع الصوت حاليا مباشرة بالسماعات مالتي والسماعات امركبة مباشرة على المايكروفون فهذه هي تجربة المايك اكو شوي يوز عندى بلغرفة او مراوح مع المراوح مالتي او مراوح مال اضاءة مالتي تشتغل تسبب مراوحة 있으e reads وصوت المراوح تنسمع بالمايكروفون فإذا استخدمنا الميكسر نقدر نلغي هذه الضوضاء كلها فبعدين لح نكتشف سوى فهذا هو الميكروفون مثل ما تشوفون هنا نقدر نتحكم به عن طريق زرار صغيرة هنا نقدر نقلق به ويقعد يتغير شوية شوية مثل ما نشوف دعنا أحرككم كمياء فالر جي بي به هواية أنماط نقدر نغيرها عن طريق الزر اللي جوه فهاي الأشياء نقدر نتحكم بها فقط عن طريق الـ USB حتى زر الميوت هنا إذا سوينا ميوت نرجع نشيل الميوت فهذا زر الميوت نقدر أيضا نتحكم به فقط عن طريق الـ USB إذا ركبنا عن طريق الـ XLR هاي الخصائص كلها تنلغي حتى الصوت مالتنا مالغين مالتنا العلي والنصي وصوت السماعة أيضا لنعليها والنصيها كلها تنلغي بس حولنا الـ XLR لأن الـ XLR نعرضه على الميكسر وعن طريق الميكسر نقدر نتحكم بهذه الخصائص كلها فعلى مدل نتأخر هذا هو صوت المايكرافون مركبه مباشرة على البرنامج UBS وده أشتغل وده أسجل الصوت خام بدون أي تعديل صوتي شين رأيكم أنتو؟ كتبوا لي بالتعليقات صوت المايكرافون هل هو جيد أو لا؟ والآن خلننتقل على التجربة الثانية حاليا هسا أنا ده أسجل مباشرة من الميكسر مال ماونو ومثل ما تشوفون أنا مركب الميكسر هذا هو هنا أمام عيونكم شوفت عيونكم إذا شوفون هنا عندنا فوق زر الطاقة ده يشحن فنسيت أقول لكم أن هذا الجهاز نقدر نشحنه ونستخدمه بدون طاقة ميكسر تستخدمه بدون طاقة عدة ساعات تقريبا 4 إلى 5 ساعات تسجيل فتقدر تتركبه على آيفون مالتك على أي تابلت مالتك وسيبث مباشر من بره بدون ما تحتاج الطاقة وهذا الشي جدا جدا جيد مثل ما نشوف عندنا هنا طاقة ده تشتغل وده يشحن عندنا الجهاز طبعا منوصلني آني فرغ ما تشحن به شاحن تقريبا يطينا 4 ساعات إلى 5 ساعات عمل متواصل على هذا الجهاز فبيب داخلها بطارية وهذا الشي ما تقدمه يا شركات واللي مسوي آني من الخلف مركب الأكسل آر ونمركب السماعة عمالتي اللي ده أسمع صوتي حاليا واني ده أحتي وزيره لتنسي عندي بالصوت يعني الصوت اللي ده أحتي مباشرة ده سمعة هنا أنا عندنا مركبه على الويندوز وهنانا مطيطاقة ده نشحنه بنفس الوقت فمن الواجهة الأمامية مثل ما تشوفون هنا هذا أول زر هو زر الصوت نقدر نعلي ونصينا الصوت تشوفوا مثل ما تشوفون نصينا الصوت وعلينا وهنانا ما الصوت مالتنا وإحنا نسولف يصعد وينزل الزر الفوق الصوت مباشرة هذا هو نقدر نعلي على موضي صوت صوتنا هي مثل ما تشوفون صوت كلش هلو فهذا الجين كلش عالي حاليا أقدر أنصي نصينا الجين كل نصي الجين مثل ما نشوف فما يصير أكو جين بالصوت فهنا نعلي وإنت تسمع طبعا شون تفضل الصوت مالتك تسوي هنا أنا عندنا زر الأوكس فإذا أي صوت داخل خارجي على المكسر مالتنا نقدر نعلي وننصي فالصوت الخارجي مثلا نسجل موسيقى نسجل أي شي صوت اللعبة الداخلة مباشرة على المكسر تقدر تتحكم بها بهذا هنا تقدر تسوي ميكسينج على مدى تسوي ميكس بين الكمبيوتر والميكروفون مالتك صوت تطي الأفضلية للميكروفون مالتك على الموسيقى هذا تسوي يدوي وعدنا أيضا آخر دايل اللي دا تشوفوه هنا هذا الدايل صوت السماعة اللابسها آني الهيتفون فأقدر علي ونصي صوتي اللي دا سمعه آني أليكسا شغلي كل اللي ضعه ايه ايه اوكي هذا المقطع دا يصور ثاني يوم لأن البرحة سويت غلط طبعا أنا كملت الفيديو كله وصورته لكن صار عندي غلط جدا بسيط واني دا صور اللقطة الأخيرة شفتوها قبل هذه اللقطة إن هذا الدايل كله نزلت آني خلنا نرجع عليه شوي الدايل هذا هذا كله نصيته بدون ما أنتبه الصوت كل أقل وحتى بالمونتاج ما رأت تعدل عليه لأن المشكلة إذا أعدل عليه بالمونتاج ما لاحيطيكم التجربة الحقيقية فقلت لازم أرجع أصور الفيديو طبعا أنا الفيديو منتجته كله فالمهم اليوم دا ألتقي إياكم ثاني يوم بغير لبس ومزيني شوي حركات فضونا لايك للفيديو واشتركوا بالقناة إذا ما مشتركين على مود نرجع نستمر ونشوفكم أهم خصائص تجي بهذا المكسر يعني الخصائص إذا شوفوها رهيبة بصراحة يعني لا تطلع من الفيديو فاللي ظل عندنا إحنا الصطر الأخير ذني اللي نقدر نستخدم بهم كل الإفكتات اللي دا شوفوهن كل ذني لموجوداته هنا فاللي دا نشوفه إحنا عندنا زر واحد دا يشتغل حاليا هذا هو اللي مكتوب عليه Direct Monitor Direct Monitor من نشغله على مود نسمع الصوت مالتنا اللي دا نسلفه فهذه وظيفته فنفعله بحالة واحدة إذا نريد نسمع الصوت مالتنا ونستخدم هيتفون والأزرع الباقية نبدأ بأول واحد هذا اللي دا شوفوه هذا 48 Volt 48 Volt هذا فقط للميكروفونات الكونديسر إذا عندك ميكروفون كونديسر فيحتاج الفانتوم باور فلازم تفعل هذا الزر ضغط الزر واحدة تفعلاني حاليا ما رد أدوسه لأن الميكروفون مالتي دايناميك مو كونديسر فقط للميكروفونات الكونديسر فيدعم كل الميكروفونات هذا الميكسر وحتى بالأخير قبل ما ننهي الفيديو لازم نجرب مايكروفون قوي مثل Shure MV7 أو Shure SM7B فانتظروا للأخير حتى نشوف هل لحي شغلة هذا الميكسر نجي على الثاني الزر اللي وراه بالضبط اللي هو مكتوب عليه BT يعني بلوتوث هذا الجهاز يدعم بلوتوث بالكامل على كل الأجهزة فنجي نضغط الزر هذا ضغط الزر مطولة رح يشتغل رأسا ويقول لي بيرينغ طبعا أكو أصوات تطلع أنا داسمعها أنتم ما سمعوها بيرينغ يعني كنك مثل ما نشوف هنا عندنا أيضا البلوتوث قام يكنك يعني داي يقول لي ابحث عن device فدا يبحث هو هسا نحن نطبع التليفون مالتنا نبحث إذا لقينا المنتج هذا فرأسا لقيناه كل جو يهيش بالأخير مثل ما نشوف أضغط عليه ضغطة واحدة بلوتوث كونكتد بلوتوث كونكتد كل بساطة فجدا جدا سهل هسا اللي حيصير شنو عدنا هنا بهذه الوضعية نقدر ندخل الموسيقى لنريدها مباشرة على البرنامج مع الصوت مالتنا أو الميكسر مالتنا هو ما ببرنامج طبعا وهو ميكسر بدون أي برامج تقدر الشغله فحاليا لحن نشغل موسيقى ونشوف الشون الوضعية شغلنا موسيقى حاليا مثل ما نشوف لكن الموسيقى والصوت جدا جدا متداخلين نقدر بهذا الدائل اللي موجود هنا فوق النص الموسيقى مانويل نقدر نسويها على موجود نسوي موسيقى هادئة وهي الكلام اللي دانحتي إذا أحنا ببودكاست ونقللها بعد أكثر إذا نريد لكن أحنا نريد الجهاز أو الميكسر يتحكم أوتوماتيك بالصوت من أحتي تنزل الموسيقى كأنه ماذا تسوي بودكاست حقيقي فنرجع نعلي الموسيقى مثل ما تشوفون هسا الموسيقى بالداخل وهي الكلام ماتي لكن ضغط الزر واحدة على هذا الزر اتفعل عندنا خاصية أن ينزل الصوت مع الموسيقى أول ما نحجي مثل ما نشوفه فبطريقة جدا جدا رهيبة أول ما تكلماني الموسيقى اللي مشغلها بالبايغراوند لح تنزل وتنصى شي جدا حلو كأنما أنك تسوي بودكاست حقيقي فإذا سكتت كلش كلش حلو هاي الفقرة فللناس اللي تحب تسوي مثلا ستريمار رومانسي تدخل موسيقى مهما كان فشي كلش كلش حلو أول ما تتكلم تنزل عندك الموسيقى علموت صوتك يكون واضح ومن تسكت شنو رأيكم بهذه الفقرة جدا جدا جميلة وأيضا مو بس عن طريق البلوتوث أي صوت داخل على المكسر إذا كان عن طريق الأوكس أو أي كمبيوتر مدخلة على المكسر إذا كان صوت داخل وتريد تسمعه من تتكلم أنت لحين ستصوت فقرة جدا رهيبة وجدا حلوة وخلنا نطفي البلوتوث على مدى نرجع على الأزرار الثانية بلوتوث ديسكنكتك بلوتوث ديسكنكتك طفينا البلوتوث فالفقرة هذه جدا جدا رهيبة أكو زر عبرنا إذا انتبهتو خلنا نطفي هذا الثاني الزر هذا نخلي صدق وعدنا ست أنماط صدق طبعا أنا مجرب مكسراته هواية قبل لكن ما بيها زر الصدق وهواية يسئلوني هل هذا المكسر يدعم اليوم أحنا عدنا مكسر يدعم بالكامل فنضغط عليه سنضغط الزر مثل ما نشوف تفعل عدنا الصدق مثل ما نشوف وهذا أول نمط اللي هو الهال يعني صالة نحن بصالة حاليا دي نحتي فريد نغير زر الصدق نرجع ندوس بالي هسا صار بالي واذا انتبهنا كل ما نضغط ضغط الزر اللي لحي يصير لحي يتغير لون الزر مالتنا هسا احنا بروم فعدنا كأنما قاعد أنت بغرفة فارغة ما بيها أي غراغ فيصير صدق رجعنا على الأورجينال عدنا 6 أنماط طبعا مع الصدق تقدر تتحكم بيهن أخوايا هناني عديت كم واحد فشي جدا 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 حلو فعدنا زر آخر هذا اللي دا شوفوه هذا اللي يغير صوتنا مثلا يسوي صوت طفل صوت رجل عجوز صوت روبوت فخلين نجربه على السريع اللي هو البيتش بريسيت فيما نشوف نضغط عليه ضغط الزر واحدة فحاليا تغير صوتي وصع صوت مرأة في ميل واو كلش حلو بس مرأة بلحية فخلين نشوف بعد شكو ميل هسا أنا تحاولت إلى رجل كبير بالعمور رغم أن أنا لحيتي بها مغا لكن شي كلش حلو خلين نغير بدون أي هياط هسا صوت بيبي فمارد أحتي هواي لنا خلين غير خلين غير هسا صوت صوتي صوت ريبوت اللي هو الإنسان الآلي فقريبا لا يحتلون يجون من الفضاء فهسا رجعنا باي ديفولت الصوت العادي شي جدا جدا حلو ورايق نقدر نغير أصوات وطبعا هذا اللي الناس تقعد تلعب ألعاب على انترنية التنافسية يقدر يدخل هيتش أصوات داخل اللعبة وهسا نجي على الزر اللي بعده واللي هو مهم جدا جدا للناس اللي عندهم ضجيج حواليهم هوسة فالي يدون يلغون الضوضاء هو لإلغاء الضوضاء أو إذا أكو نويس حواليك حاليا أنا عندي مراوح ما الإضاءات كلش عالية فخلينا حاول نلغيها بضغطة زر واحدة ما عرف لازم تستخدم هيتفون على مدشوفة فهسا عندنا النويس كانسليشن لو أنا ما فضل أستخدم هذه التقنية لانا تقلل من جودة الصوت ما عرف شو تشوفون انتو ضغطة زر واحدة شغلتها أنا ولغتلي كل الضوضاء اللي موجودة حوالين الغرفة إذا أكو ضوضاء طبعا فحاليا النمط اللي عندي هو لو عندنا نمطين لو وهاي إذا ضغطنا ضغطة زر واحدة إذا عندنا هوايا ضجيج طبعا وما أنصح بي أنا أبدا حاليا هسا شغلنا الهاي ويلغي لك كل الضجيج اللي موجود دائرة ما دائرة الغرفة أنا ما فضلا مثل ما تشوفون الصوت مو بأفضل جودة يصير لكن خاصية موجودة للناس اللي عندها ضجيج وأخيرا نجي على آخر ثلاث أزرار اللي موجودة بالمكسر هنا مكتوب A, B, C فهذه الثلاث أزرار مثل ما نشوف جواها مكتوب Soundpad فالساوند باد طبعا الأزرار هذي نقدر نسجل عليها أي شيء للريد مثل ما نشوف فتقدر تسجل عليها صوتك أو تدخل صوت عليه لمدة 20 ثانية أو أقل أنت اللي تحب فمثلا البارحة آني سجلت واني دا أصور خلنظر عليه شوفوا ياية والله العظيم ياية تقدر تخصصها فلازم شسوي على مدة سجل لازم أدوس علي ضغطة مطولة لاح يرمش Headshot Headshot هذه آني سجلتها فتقدر تخصص اللي تريده شي جدا حلو طبعا عدنا ثلاثة نخصصها نشو ما نريد وندخل أي صوت اللي نريده على الميكسر مباشرة عن طريق هذه الأزرار شي كل شي حلو مثلا تدخل أنت الأصوات اللي تستخدمها دائما هذه كلها خصائص الميكسر وقبل ما أنهي الفيديو مثل ما وعدتكم خلي نجرب المايكرافون ماشور MV7 ونشوف شون جودة الصوت مالتا أوكي اللي لحسوي آني مباشرة لحشير XLR مباشرة من هذا المايكرافون ودخل هنا بدون من قطع التسجيل يعني سوري على أذانكم يعني إذا أنت مركب هيتفون شي له ما عرف اللي بقى تأذت إذنه لولا فمثل ما نشوف ركبنا المايكرافون حاليا وآن إذا أشوف الصوت يعتبر جدا جدا رهيب نعلي الجين كله أنا ويد نحصل الأفضل تجربة من المايك فمثل ما نشوف المايك حاليا شغال وجودة الصوت مالتا رهيبة جدا فأنتو شو شوفون كتبولي بالتعليقات شلون جودة الصوت فهذا الشي عايد لكم أنتو أوكي شنو رأيكم بالمكسر أنا أشوف إن هذا المكسر جدا جدا مهم لأي واحد يريد يبدي بالستريم أو يسوي بثوث أو يسوي بودكاست ويريد مكسر ما يكون سعره غالي وهذا المكسر سعره جدا جدا مناسب طبعا السعر يتراوح بين الـ 45 دولار إلى الـ 55 دولار حسب البلد اللي ينتبي ويصير عليه هواية تخفيضات طبعا السعر هذا جدا منافس وأنا قبل فترة سويت لكم فيديو عن مكسر من شركة فيفاين نفس الفئة السعرية وبهواية مميزات أيضا فإن شاء الله إذا حابين أنتو كتبولي بالتعليقات نسوي لكم مقارنة بين الاثنين وإنتو تقررون لأنه باعتبار أن المكسرين نفس الفئة السعرية ونفس الجودة ما الصوت يقدمون فكتبوا لي بالتعليقات إذا حابين هذا الشي وشنو رأيكم بالسعر طبعا تلقوه طبعا موجود على أمازون أليكسي بريس بكل مكان لحخلي لكم روابط آني إذا يلقاها طبعا خلي لكم إياها جواب صندوق الوصف للي حاب يشتري وأيضا طوني رأيكم بجودة المايكروفون لأن المايكروفون أيضا يعتبر يعني من الفئة الوسطى يعني سعرها يتراوح من 60 إلى 80 دولار تقريبا حسب العماكن ومرات يصير عليها تخفيض تلقوه حتى ب45 دولار ويجي أيضا من عندها ألوان اللي يحب يغير اللون وأيضا شركة موانو عدهم عدة ميكسرات وعدهم هوايا مايكروفونات أيضا عدهم ميكسرات جدا جدا شبيرة تركب عليها أكثر من مايكروفون أكسل آر طبعا على مدى السوي أكثر من شخص بودكاست فإذا حابين نستعرض لكم منتجات أخرى من هذه الشركة كتبوا لي بالتعليقات وإذا أكون منتج معينة براسكم أيضا قلولي إذا حابين نستعرض لكم يا بالمستقبل القريب جدا وإذا وصلتوا لهذه النقطة من الفيديو أتمنى منكم أن تشتركون بالقناة وتفعلون زر الجرس وتضطون على لايك للفيديو كان معكم رياض مجيد في أمان الله على فكرة نسيت شغلة كلش مهمة بما أننا كنا خاليين المكسر على الشحن مثل ما نشوف هسا بما أنه هو شحن كامل نقدر نشيل بلاك ما الشحن ونستخدمه بدون بطارية فشوفوا ويايا حاليا المكسر بدون شاحن بدي يشتغل على البطارية ونقدر نستخدمه لعدة ساعات شي جدا جميل اشتركوا بالقناة